اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وباسم جميع متسبي قوة دفاع البحرين أسماء آيات التهاني وأجمل التبركات مقرونة بأصدق أمنيات الخير بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين والذي يصادف الخامس من فبراير إن متسبي قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم يستذكرون فيها النهج النير لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومساعيه الخيرة وعطائه اللامحدود نحو النهضة العسكرية في وطننا الغالي على قلوبنا جميعا ولا يسعني إلا أن أدعو الله عز وجل أن يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة سنين عديدة وعواما مديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز بالخير والرخاء ودمتم يا صاحب السمو في رعاية الله سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد الخليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها معالي الأخ العزيز المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ التقدير برقية معاليكم المهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين ويطيب لي أن أبادلكم وكافة متسبي قوة دفاع البحرين أخلص التهاني وأصدق التبركات شاكرا لمعاليكم ومقدرا جهودكم المتواصلة التي تبذلونها لتحقيق على مستويات الجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين حتى وصلت لهذا المستوى المشرف الذي مكنها من المحافظة على سيادة وأمن واستقرار ونهضة مملكتنا الغالية والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي بمشاركة ومساندة القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة دعينا الله العلي القدير أن يوفقكم ونعيد علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء